السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضرتهم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة في تجربة جديدة من تجارب وظائف اعضاء النبات بنتكلم على تأثير المواد المخدرة او السامة على نفاذية العشاء البلازمي اش معنى العشاء البلازمي ان هو اهم عشاء في الخلية ان هو اللي بيتحكم في خروج ودخول المواد من و الى الخلية وفقا لاحتياجاتها وكذا 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 في امور كثيرة يعني طبعا تركيب غشاء البلازمي نبود احنا كلنا عارفينه وخلاص شفناه في المحاضرة ولي خواص كثيرة اللي هي اهمها النفاذية الاختيارية يعني بيتحكم ايه اللي بيعدي يمر يخرج وإيه اللي يدخل حسب احتياجات الخلية وتركيز المواد الى اخرى يبا اي شيء حيأثر على الغشاء البلازمي حيأثر على هذه الخاصية الهامة وبالتالي لن يكون هناك تحكم في مرور المواد من و الى الخلية طبعا عشان نجربنا بنعمل ايه بناخد بنجيب البنجر وبناخد منه استوانات بالشكل اللي احنا شاكينه ده كده وبنجهز بنحطها بقى اما في كونيكل فلاسك اللي هي الزجاجات اللي هي المخروطية او في انابيب او في دوارق بالشكل ده كده ايه كان شكل التجربة اللي احنا هنعمل او حتى بيتري ديش طبع بيتري يعني يعني شكل التجربة مش هيفرق معانا كتير التجربة بنعملها ان احنا بنجيب مواد مخدرة زي الكحول مثلا زي الفورمالين زي البنزين ايا كان هذه المادة اللي احنا هنستخدمها طب حنشوف بقى اكتر من عامل حنشوف التجربة اللي معانا دي في الاول كده بنجيب الطروة وبنحطها بالشكل اللي احنا شايفينه وبنشوف حنلق ادي ميا ادي فورمالين ممكن نحطه بنزين ممكن نحط اي حاجة تانية ممكن نحطه كحول وباسبها فطرة بعد كده باشوف اللون اللي موجود عندي طبعا الميا غالبا لونها مش هيتغير ايلا لو تسقطت نقطة ولا حاجة ممكن متغيرش اللون يعني طبعا النقطة دي حتتتسقط ليه نتيجة الجرح او القطع بتاع البنجل في حالة مثلا فورمالين او مادة اخرى حنلاقي ابتدت فيه نقاط تنزل بس بدرجات متفاوتة نتيجة اللي اللون ده حيتغير يبقى فاتح طب لو كان النقاط بتنزل بشدة وبكثرة واللون ده حيبقى اغمق معنى كده ايه حنشوف الكلام ده حنشوف يبقى ايزا درجة اللون بتتوقف على نوع المادة كما درجة اللون دي يبقى ازا اللي هي عدد النقاط اللي حتنزل يبقى التأثير اكيد حيبقى اكبر يبقى لما اللون ده يكون جامع قوي كده وحنشوف النقاط بتنزل بسرعة وبقوة معنى كده ان المادة دي الابخرة بتاعتها قوية لدرجة انها اثرت تأثير قوي اقوى من المادة اللي قبلها وهكذا طيب ده اثر يبقى كده شوفنا نوع المادة يبقى عايزين نحط كذا مادة ونشوف مين فيهم ده بس زي الايثانون مثلا او الكحول ونشوف منه تركيزات مختلفة يبقى هي نفس المادة ونشوف لما كان تركيز وما فيش خالص طيب لما زودنا التركيز وهكذا يبقى بزيادة التركيز المادة المخدرة دي برضو بتزيد ايه النفازية يبقى فيه مواد حتزود النفازية بشكل كبير وحتأثر او كل مادة كمان بالتركيزات بتاعتها مش بس كده ممكن او مجاي رايح اهو التركيز بتاع المادة اهو نفس الكحول بس تحطي التركيزات مختلفة طب ممكن اشوف حاجة تانية اه درجة الحرارة الاقي درجة حرارة عشرين لما زود درجة الحرارة وهكذا الاقي انه برضو التأثير ايه بزيد يبقى اذا ان احنا شوفنا يبقى فيه عندنا كام عامل نوع مادة المادة المخدرة زي كحول فرمالين بنزين تأثير المادة التركيز بتاع المادة المخدرة نملة ثلاثة التركيز الوقت اللي انا سبتها وقته اطول وتركيز درجة الحرارة طب تعالوا نشوف ازاي بنعلق على تغربة زي كده بنشوف مع بعض المشاهدة بتاعتنا حسب التغربة احنا شوفنا اربع تغرب درجة الحرارة والوقت والتركيز ونوع المادة فبنقول كل اللي هنشوفه تساقط نقاط اه النقاط طبعا المفروض الكلمة النقاط حمراء من استوانة البنجر بضرجات متفوتة يعني هقول بسهل الامبوبة واحد كتل النقاط بطيئة هنا اصرع هنا اكثر يبقى كلمة درجات متفوتة دي لازم تكتب يبقى كده للمشاهدة هتكتب المشاهدة الامبوبة الاولانية مثلا فيها الميا عادى موجود تساقط من النقاط البنجر في الامبوبة رقم واحد خلاص دي المشاهدة تقول المشاهدة التانية ان في المادة الفلانية كان فيه تساقط المادة التانية كان فيه تساقط بس بدرجة اعلى يعني دل اللي هيتكتب كلمة درجات متفوتة لازم تتفسر في الكتابة لو فيه اختبار وفيه رسم زي كده يبقى لازم حتتكتب يعني كلمة درقة فاطمة مش هكتبها جدا لا حقول ان الانبوبة رقم واحد كان موجود بانجر ما كانش فيها نقاط المادة التانية كان فيها نقاط اقل الى اخر طب الاستنتاج معنى كده هي المادة الحمراء دي جات منين او النقاط دي جاية من الخلية جوا بتاعت خلية البانجر يبقى الاستنتاج بتاعنا بس تنتج ان وجود لون احمر يبقى خروق سائل الخلية وبه الصبغة الحمراء من خلال الرشاء البلازمي تمام ممكن اشوف النقاط دي او ممكن اعلق على اللون اقول والله لون ما يفضل ما لم يتغير اللون الكحول اللي هو مثلا التركيز الضعيف كان التغيير ضعيف بزيادة التركيز زاد اللون درجة اللون وهكذا طيب يبقى خروق سائل الخلية وبه الصبغة الحمراء من خلال الرشاء البلازمي ده عشيء منطقي ما هو الصبغة دي جاية من البانجر كون انها كده يكون انها موجودة عندي في الكحول او في الكده يبقى معنى انها خرجت طب افسر ده ازاي بقى انشوف طب اقول ان الابخرة المتصعبة من المواد المخدرة والسامة اللي ان في ابخرة غازات بتطلع اخترقت الغيشاء البلازمي واثرت عليه سلبا طب عرفت من انها سلبا ما هي هو المفترض هو وظفته يحكم اللي جوه الخلية ما يطلعهوش كون انها اثرت عليه خلته يسيب الحاجة بتطلعاتين زي ايه مواد مخدرة دي زي اللي مسلا اللي قدر الله بعد الشرع عنكم ربنا ينفذكم حد يخذ مادة مخدرة اللي بيحصل ما جيد حد يمشي في نفسه خالص صح يبقى يعني حتى الشخص نفسه اللي هو الانسان لو عطدته مادة مخدرة يتطوح يروح يمين يروح الشمال وعشان كده تلاقي حتى الاختبارات اللي سائقين لما بيجي على الطريق ويبقى فيه لجان يقول له امشي على خط مستقيم اللي هو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لما واحد بياخد مادة مخدرة او كده ما يقدرش يمشي على الصراط المستقيم حتى فعلا يعني مش بس ما معنا لا حتى الاختبار بتاع الخيادة المهم نرجع للتغربة بتاعتنا يبقى اصطرق عليه سلما لانه فقد الخاصية بتاعته في التحكم بمكونات الخلية وده ادى الى السمح بخروج سوائل الخلية وما بيه من اصباق يبقى فقد الخدرة بتاعته يبقى كده مجرد وجود اللون يعني وجود اللون التفسير بتاع رقم واحد نقطة الرقم واحد دي بتفسر وجود اللون طب درجات اللون بقى اه تفاود درجات نزول القطرات او اللون الاحمر في الانبوبة او في الدرق المخروطي او في الدرق اه هنا بقى محتاج كتابة اقول حسب نوع المادة المخدرة وقوة تأثيرها يعني نيجي في التغربة الاولية هنا ما يجعلق اقول درجة اللون الغامق خلاص في الكحول اقوى تأثيرا من الفورمالين مثلا او البنزين مثلا نيجي مثلا لو انا باخد التركيز بالشكل ده اقول والله ان درجة اللون الاقوى كانت في التركيز الاعلى طب الاستنتاج بتاعنا يبقى كلما زادت تركيز المادة المقدرة زادت تأثيرها على الجدار طب نيجي نشوف هنا درجة الحرارة كلما زادت درجة الحرارة هيزيد ايه هيزيد التأثير بتاع المادة المخدرة لانه هيخلي الجزائيات بتاعت المادة المخدرة بتكتسب طاقة حركة فهتبقى اصلح في الاختراق زاد انه هياثر سلبا ايضا على تركيب جدار يعني مش بس هيبقى تأثير المادة المخدرة لا ودارة الحرارة كمان لانها هتأذي الجدار طبعا يعني خلاص يبقى التأثير بيبشكل ده كده طب الحاجة التانية تركيز المادة المخدرة والسامة احنا قلناها وبالوقت يعني مسلا تجربة لو دك حل بالشكل ده كده التجربة الاولانية هنا سبتها خمس دايق دي سبتها عشرة دايق يبقى كلما تركنا المادة المخدرة هيبقى تأثيرها ايه اقوى بالشكل ده كده يبقى ايزا ممكن عندنا تأثير المادة نفسه تأثير التركيز تأثير درجة الحرارة تأثير الوقت دي كلها عوامل مؤثرة يبقى الكتابة اللي قدامنا دي دي كتابة مختصرة يبقى في الاختبار انا بنبقه لو حد جات له التغربة دي طبعا حسب كله كلية وحسب كل الدكتور بيدرس او مدرس بيدرس الاتفاق بينكم بقى بيكون اللي بيتكتب الى اخره يعني يبقى بقول مرة تانية عشان بس ننوى يبقى مثلا لو انا شفت التأثير الدرجة اللي قدامك كده هنا المشاهدة بتاعت تسقط او اللون وجود اللون الاحمر خلاص بدرجات متفاوتة ان كانت اللون اعلى في الدرجة الاعلى طيب الاستنتاج ان السائل خرج افسر بقى او ان درجة اللون الاعلى في درجة الحرارة الاعلى ما هذا معناه ان درجة الحرارة بتؤثر بتزود تأثير المادة المخدرة مثلا او كذا هنا تأثير درجة الحرارة فقط يعني هنا ماكفيش مادة مخدرة هنا درجة الحرارة بس يبقى درجة الحرارة بتأثر بتأثر على النفازية عالية لانها بتأثر على تركيب الغشاء وبتسمح بروب المواد من الخروج يعني بتفقده السيطرة هنا التلاتة اللي فاتوا دول تأثير المواد المخدرة سواء نحة او تركيزها او الوقت والتجربة الاخيرة دي دي درجة الحرارة طيب ناخد التاني هنا نفس اللي احنا قلناه يبقى حقول المشاهدة بتاعتي وجود درجات لون بدرجات متفاودة لان بوبا رقم واحد او الفلاسكا رقم واحد ما فيهاش لون الفلاسكا التانية اللي فيها الفورمالين كان لون ضعيف اللي فيها كحول كان لون اكتر دي المشاهدة بتاعتي الاستنتاج ان خروج المادة السواء الخلية في حالة الفورمالين وفي حالة البنزين وفي حالة الكحول خلاص بدرجات متفاودة خلاص مع الدرجة بتكون قاعدة التفسير بتاعنا ان وجود اللون الاغمى في الكحول هذا يعني ان هذه المادة تأثرها اقوى سلبا طبعا على الغشاء البلازمي مما سمح بوجود ايه خروج كميات كبيرة من الساكل تمام طب لو كان التركيز بالشكل ده اقول والله وجود لون احمق بتركيزات كلها ده دليل ان الكحول بيأثر طبعا لو فيه تركيزات لو فيه صفر مفيش طبعا هنا لو بصينا هنلاقي ان صفر واثنين وخمسة التلاتة انابيب دوت تعريبا درجة واحدة ايه بقى حقول ايه لما اجي على اقول والله ان الكحول بيأثر سلبا ولكن بتركيزات عالية بدءا من تركيز عشرة في المية حيث ايه هيصلوح ازا ان درجة اللون في عدم وجود الكحول او في التركيزات اثنين وخمسة كانت تريبا واحدة يعني معناها ان اللون ده ما فرقتش ما هو الخمسة ايه اللون بتاعها زي الصفر والاثنين زي الصفر يبقى اقول والله يبقى التأثير بتاع الكحول الدرجة دي بتبان من اول تأثير عشرة في المية يبدأ وبزيادة التركيز بيزيد التأثير بدليل ايه زيادة اللون طبعا كما تعودنا بيكون فيه فيديو بنشوف على اليوتيوب انا حاطت الرابط بتاعها حطه ان شاء الله في الوصف وبكده بنكون هنا التجربة اللي خاصة بادراس التأثير المواد المخدرة او السامة على نفسي الرشاء بلازمي باعتواروا اهم الرشاء في المنظومة الحية يعني ان كنت احسنت ووفقت في مين الله وان كنت اخطأت او نست شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا الياء او كبر يا رب وإلى ان نلتقي في فيديو قدم من فيديوهات تبسيط العلوم اتمنى لكم الصحة والسعادة والتوفيق باذن الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته